بالمقابل كشف موقع سايت انتلجينس جروب المعني بالشؤون الاستخباراتية الامريكية عن حصوله على وثائق تثبت وجود نوايا لأحد الفصائل المسلحة العاملة في العراق باستهداف القوات الامريكية قريبا وقال الموقع أن فصيلا مسلحا فاعلا داخل العراق أنهى استعداداتهم مؤخرا لشن حملة تستهدف عناصر القوات الامريكية المتواجدة داخل العراق وخصوصا في قاعدة عين الاسد وسفارة الامريكية دون اضاح المزيد من التفاصيل وأضاف الموقع أن هذا تطور جديد بعد فترة سلام وهدنة عقدتها الفصائل المسلحة مع القوات الامريكية من خلال حكومة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني مواضحة أن الفصائل ترغب بمنح السوداني فرصة لإصلاح الاوضاع الداخلية